مرة أخرى ملف مجمع الحجار للحديد والصلب يؤرق الحكومة التي لجأت ككل مرة إلى الدخل المزيد من الأموال لتحريك عجلة الانتاج فيه آخر القرارات اتخذ مجلس مساهمة الدولة المجتمعي اليوم برئاسة الوزير أحمد ويحيا والذي يقضي بمنح تمويل إضافي لعصرانة المركب بمبلغ 23 مليار دينار بالإضافة إلى تجهيزات للتموين بالكهرباء والمياه ليضاف هذا الضرف المالي لأضرفة سابقا فقتها الحكومة في عهد أرسلون ميطال فقت الملياري دولار والذي ستخلفه شركة عمارات الزير الإماراتية وفق قاعدة 51-49 كما طوى مجلس مساهمة الدولة ملفا شائكا آخر يتعلق بمصنع التبغي والكبريت الذي نفت الحكومة التنازل عنه لصالح شركة الإماراتية الجزائرية شركة التبغي المتحدة بل اعتمدت الحكومة خطة لإعادة بعد عجلة الانتاج فيه تستأجر الشركة المختلطة بموجبها المصنع مقابل 3.5 مليار دينار بالإضافة إلى عصرانة تجهيزات وطرق الشركة العمومية لتغلق حكومة أحمد أويحيا ملفا شغل الصحافة طيلة أكثر من عقد من الزمن بعد تدول أخبار عن فضائح مالية طالت عملية إعادة هيكلة الشركة وأخبار أخرى تحدثت عن تنازل الجزائر عن شركة التبغي للشركة الإماراتية مقابل الدينار الرمزي اشتركوا في القناة